أول شيء أعظم الله جركم جميعاً والحقيقة يعني الإنسان مهما امتلك من قدرات في الكلام في الحديث في بعض المواقف يعجز الإنسان الحقيقي عن التعبير عن مشاعر الحزن والألم رغم إيمان نبي غضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لكن أن يعني تشرق على الكويت بلا صباح الأمانة يعني خطب عظيم وخطب جلل الأمانة يعني إحنا الجميل في الموضوع واللي متأكديم مننا أنه ما في أحد فينا يتصنع الحزن ولا في أحد فينا يتصنع الألم كل الأطفال الكبار الصغار الكويت كلها تحس أنه فقدت أب وقائد ومثل ما قال ابو علي شخص قريب مننا من أهلنا في بيوتنا العلاقة بين الحاكم والمحكوم سبحان الله إذا اقتربت إلى هذا الحد يصبح الفقد مؤلم جداً رحمة الله عليك يا أبو ناصر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيك خير الجزاء على ما قدمتها للكويت وليشعب الكويت وللأمة العربية والإسلامية وللعالم أجمع رحلت وراس الكويتين كلهم مرفوع بتغلدك لمنصب أمير الإنسانية في كل دول العالم الحقيقة فرحمة الله عليك ونسأل الله خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرك روضي للمياض الجنة ويتخلق الجنة ترجمة نانسي قنقر